موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها أبرز وأهم تناقلته المواقع الإخبارية والصحف الصادرة لهذا اليوم نبدأها بالعنوين من الموقع بوست وصول باخرة تجارية لميناء الحديدة تحمل خمسة ألاف وخمس بئة طن من الدقيق قائد عسكري في تعز يقول لسبتمبر نت تفصلنا أربعة كيلو مترات فقط عن تأمين طريق ساحلي إلى مدن جنوبية موسيقى ومن روسيا اليوم حفيد الإمام حميد الدين يطالب بإيجارات بيوت أسرته موسيقى وأخيرا صحيفة بريطانية تتحدث عن القاتل الأكبر في اليمن موسيقى أهلا بكم لن يطول فرح تجار الأزمات في إخفاء المواد الأساسية من الأسواق وبيعها بأسعار باهظة فقد بدأت كميات القمح بالوصول إلى البلاد ووفقا لموقع الموقع بوست وصول أول باخرة تجارية لميناء الحديدة تحمل خمسة ألاف وخمسمائة طن من الدقيق قال الموقع أن أول باخرة تجارية وصلت لميناء الحديدة غربي اليمن منذ إعلان التحالف الذي تقوده السعودية إعادة فتح الميناء لاستقبال السفن الإغاثية والتجارية بعد توقف دام قرابة 17 يوما وبحسب مصادر ملاحية فإن الباخرة التي تحمل اسم أم في رينا وصلت إلى ميناء الحديدة ومن المقرر أن تصل اليوم باخرة أمازون إلى ميناء الصليف بالمحافظة ذاتها تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وعلى متنها 48 ألف طن وخمسمائة طن من القمح في تقرير خاص عن الأحداث التي تشهدها تعز يعنون موقع يمن مونتر تصاعد التوتر في مدينة تعز اليمنية ومطالبة بإدهاء التشكيلات المسلحة خارج الدولة قال الموقع تصاعد التوتر في مدينة تعز يومي السبت والأحد وما تزال الأجواء مشحونة حتى الساعة الأولى من صباح اليوم الاثنين قالت مصادر محلية اليمن مونتر إن كتائب أبو العباس تقوم ببناء عوازل ترابية قرب مبنى الأمن السياسي الخاضع لسيطرتها بعد اشتباكات دامية خاضتها الكتائب مع قوة أمنية وعسكرية أوقعت قتل وجرح بينهم مدنيون فيما قال مصدر أمني إن كتائب أبو العباس رفضت تسليم مقار أمنية وحكومية تخضع لسيطرتها وهاجم عناصرها أفرادا من قوات من أفرادا الأمن في المدينة التي تخض في أطرافها قوات الجيش الوطني معارك طاحنة مع المسلحين الحوثيين تطرح الحرب في اليمن في عامها الثالث أسئلة مغايرة ومختلفة عنها في بدايتها الأسئلة الحارقة والمؤرقة اليوم لماذا متى وكيف هكذا بدأ عبد الباري طاهر مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد مضيفا في أجزاء من المقال الصراع الدائر في المنطقة كلها منذ انطلاق ثورة الربيع العربي موجه بالأساس ضد هذه الثورات وهو أيضا تعبير عميق عن عجز هذه القوى التي حكمت طوال العقود الماضية عن الاستمرار في الحكم وهذا هو المعنى الحقيقي للأزمة الشاملة يقول لنين المجتمع يدخل في سيرورة من التفكك والاستنقاع حين يساوي العجز بين السلطة والمعارضة تشكلت في اليمن غير السعيد حكومة وفاق وطني ثم حكومة كفاءات لم يلمس الواطن أي فرق بين الحكومتين وحكومة ما قبل ثورة الربيع العربي في اليمن فالفساد والاستبداد سمة رئيسية ومشتركة بين كل هذه الحكومات نعرف أن حكومتين الوفاق والكفاءات تشكلت بشروط الاقتسام بالأساس بين الإخوة الأعداء حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح مع تطعيم التشكيلين بتشريك حلفاء كل منهما لتزويق الصورة إقصاء المرأة والشباب والمستقلين حاضر بقوة ووضعت مبادرة مجلس التعاون الخليجي شرعية جديدة للحكم فقد علقت الجوانب المهمة في الدستور وأقامت السلطة على أساس التوافق استمرار الحرب في غير منطقة والمواجهات في صنعاء ومحيطها أعطي المؤشر إلى أن الاحتكام لديهما ليس إلى مخرجات الحوار على أهميتها ولا الثورة الشعبية السلمية وإنما إلى السلاح وبدأ كل طرف التجييش استعداداً للمواجهات المقبلة وقد مهد ذلك كله للانقلاب الجذري والحاسم على الثورة الشبابية السلمية وضداً على مشروع دستور دولة الوحدة الاتحادية الديمقراطية تشارك صالح وأنصار الله في الانقلاب على الثورة السلمية وزج اليمن في حرب تعم البلاد كلها وتثأر من كل المدن والفئات والشرائح والاتجاهات التي أشعلت ثورة الربيع فاستئصال شأفة الثورة هدف مشترك وعام بين أطراف الحرب إلى موقع المصدر أونلاين حيث صدر صفحته الرئيسية بالعديد من العنوين أبرزها الحزام الأمني يرفض توجيه النائب العام بالسماح لأهالي المعتقلين في بئر أحمد بزيارة ذويهم قال مصدر أمني للمصدر أونلاين إن عدداً من أهالي المعتقلين توجهوا إلى المعتقل الذي يحتجز فيه ذويهم أو ذويهم بغرض الزيارة وفق توجيه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة المبنية على توجيه النائب العام لكن قوات الحزام منعتهم وأشار إلى أن القوات الأمنية منعت الأهالي من الاقتراب من السجن وأكدت القوات لهم بأن الزيارات ممنوعة وأضاف بأن النائب العام وعد الأهالي بالسماح لهم بزيارة ذويهم لكن توجيهاته لم تلاقي رداً من قوات الحزام الأمني التي تفرض سطوتها الأمنية في المدينة والتي تتخذ الحكومة اليمنية مقراً لها وذكر الأهالي أن الوعد الذي أطلقه النائب العام بتسهيل زيارة الأهالي لذويهم في سجن بئر أحمد تأتي عقب أسابيع من المتابعات والضغط الشعبي عبر الوقفات الاحتجاجية وإلى صحيفة أخبار اليوم العديد من العنوين وردت في صفحة الأولى وأبرز تلك العنوين أمن لحج يتحدث عن مقتل أمير القاعدة وأنباء تتحدث عن مقتل باء عقاة وعنوان القيادي باعوم يدعو لعدم التفريط بسيادة الجنوب ورفض أي وصاية أجنبية وعنوان من أبيان نجاة قيادي في الحزام الأمني من محاولة اغتيال وحملة مداهمات تطال مطلوبين ميدانياً مقاومة الصبيحة تجري عملية تبادل للأسرى مع ميليشيا الحوثي وأخيراً عنوان بن دغر يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا لوقف الاعتقالات وإطلاق الصراح المختطفين غزى هتلر معظم بلاد أوروبا واحتلها لبضع سنوات لكنه طوال تلك الفترة لم يحصل على كلمة مدح أو عبارة توقير من فلاح أو حتى شحاذ هذا مختطف من مقال كتبه حسن عبد الوارث في موقع يمن مونتر مضيفاً في أجزاء من غزى نابليون أرض مصر واحتلها لبضع سنين أيضاً ولا تذكر لنا إطبارة التاريخ أن مصرياً قحاً واحداً قال فيه أو في أحد من جنده أو موظفيه ما ينسر الخاطر ويطيب الخواطر وبالرغم من الرفض الثمين الذي قدمته الحملة الفرنسية لمصر وأهلها في ميادين الثقافة والصحافة والطباعة إلا أن مثقفاً مصرياً واحداً لم يقل لنابليون شكراً حقاً إن الاحتلال يلقى أحياناً ثلة من المرتزقة يطيب لهم أن يتدثروا بجلباب الخادم المطيع أو التابع الواضيع طمعاً في مال أو وجاهة أو شيء من سقط المتاع تاريخ الدول والشعوب يؤكد دائماً أن صفحات الاحتلال تنطوي وتذوي أعلى الدوام حيث تلقى مصيرها الحتمية في مزبلة التاريخ لكننا في اليمن قلبنا هذه الحقيقة رأساً على عقب وقد يكون اليمن هو البلد الوحيد الذي يلقى غزاته ومحتله تأييداً وتمجيداً وأحياناً بأثر رجعي وإثر رحيله بل أن بعض أهل البلد رحوا ينثرون زهور الاعتذار لأنهم طردوا المحتلة من أرضهم ذات يوم طالبين منه الصفحة والسماح يال العار والشنار ولا أدري كيف سيقابل هؤلاء النفر هذا اليوم وماذا تراهم سيفعلون حياله وهم قد أهانوه في مخيلاتهم المريضة بالإساءة الكبرى إلى صانعيه من الشهداء والفدائيين والاعتذار الذليل ممن اندحر فيه على عقبيه ذليلاً كثيراً بعد أن واجه الحقيقة الأليمة التي يأبى أن يواجهها أهلها إن الثلاثين نوفمبر ليس مجرد نامبر إنما هو قضاء وقدر قضاء يماني وقدر سماوي والعقبة لمن يعتبر وسيظل نوفمبر الرمز والدلالة رابضاً في الذاكرة مداماً ثمت نبضات في الأفئدة ومدمن لم نقايض رغيف العدو بخبز الشجر قال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي في حوار مع موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني إن المعارك في جبهة مقبنة يومية لا تتوقف لأنها الجبهة الملامسة للميليشيا الانقلابية وتعتبر النسق الأول ومساحتها حوالي 20 كيلو متراً وقال إن الميليشيا الانقلابية عندما عاجزت عن اختراق الجبهة بدأت بالتفكير في الجهات الجنوبية من اتجاه الكدحة حيث تلتقي مقبنة بجبل حبشي كخط واحد وعندها هب الجميع من مقبنة ومن جبل حبشي لردع الانقلابيين وعن المعركة التي شهدتها الجبهة قبل أيام قال الخليدي ما خسرت الميليشيا الانقلابية في الأسبوعين الأخيراً من الأرواح والعتاد ربما لم تخسره في معارك أخرى خلال شهر وأضاف أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يفصلها بين الخط الرئيسي الواصل بين التعز والحديدة أربعة كيلومترات فقط من السهولة الوصول إليه إذا تم الاستجابة لخطتنا وتلبية احتياجاتنا وأضاف قائد الجبهة مقبنة هي البوابة الغربية لمحافظة تعز فإذا تم استكمال تحريرها سينفك الحصار عن محافظة تعز وسيصبح الممر الدولي البحري مفتوحاً وسترتبط المحافظة بالمحافظة الجنوبية عبر الساحل بأمان ما الذي قالته الصحف العربية الصادرة اليوم عن أحداث اليمن وقضايا بالإضافة إلى منوعات صحف ومواقع عالمية هذا ما سوف نعرفه ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم من جديد ناقشت افتتاحية صحيفة الفاينانشال تايمز المجاعة التي تلوح في الأفق في اليمن وقالت الصحيفة إن المجاعة أدت إلى مقتل أكثر من مائة وخمسة ملايين شخص منذ عام 1870 وفقاً لأبحاث أجرتها مؤسسة السلام العالمية وكانت أغلبية الضحايا جراء قرارات سياسية وحروب وليس الجفاف وضفت الصحيفة أنه بحلول مطلع الألفية تضاءلت الكوارث التي هي من صنع الإنسان وأضحت المجاعة شيئاً من الماضي تبعاً للكاتب الأكاديمي البريطاني أليكس دي وول وأردفت الصحيفة أن هذا العام شهد تقدماً كبيراً في مجال استخدام التجويع كسلاح من أسلحة الحروب إن كان في نيجيريا أو في جنوب السودان أو في الصومال أو في اليمن ونوهت الصحيفة إلى أن الوضع في اليمن يعتبر الأكثر كارثية مشيرة إلى أن الصراع هناك دخل في دائرة من الجحيم بعد أن قررت السعودية شن عملية لهزيمة المتمردين الحوثيين في مارس أذار 2015 حيث دمرت خلالها الطرقات والجسور والأسواق والبنية التحتية في البلاد وأكدت الصحيفة بالقول إن الحرب في اليمن أدت إلى مقتل عشرة آلاف شخص إلا أن المجاعة في البلاد ستكون القاتل الأكبر لم يكتف التمرد الحوثي بخلق سوق سوداء لبيع الوقود باختلاف مشتقاته فضلا عن تداول العملات بعيدا عن أعين الرقابة على التعاملات المالية المشبوهة التي تحدث في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن بل وفقا لصحيفة الشرق الأوسط اجتكر محطات وقود متنقلة أيضا واتهم متحدث باسم شركة النفط اليمنية وهو محسوب على الحوثيين سلطات صنعاء الانقلابية بافتعال أزمة تضيف الصحيفة تزامن ابتكار سوق سوداء مع قرار يقضي بعدم التدخل بكميات الوقود المخصصة للتجار ومنع الرقابة عليها وهو القرار الذي اتخذه صالح الصماد وتقول الشرق الأوسط كثير من المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين شهدت ابتكار أكثر من سوق سوداء متجولة للوقود ومكاتب صرافة العملات وتدول ناشطون في الحديدة صورا لأشخاص يبيعون البترول والديزل في سيارات صغيرة وطرح مراقبون لتطورات الأوضاع في السوق النفطية في اليمن تساؤلات لمعرفة مصدر الكميات الموجودة في السوق السوداء خصوصا في ظل التصريحات التي دابت عليها حكومة الانقلاب والتي تزعم فيها عدم وجود مشتقات نفطية في البلاد في موضوع متصل تعنون صحيفة الحياة أسعار جديدة لمشتقات البترول تفاقم معاناة اليمنيين قالت الصحيفة الحوثيون أقروا أسعارا جديدا للبحروقات إذ ثبتوا السعر الرسمي لصفيحة البنزين أو الديزل 20 لترا على 8500 ريال يمني فيما كان هذا السعر لدى اجتياحهم العاصمة لا يتعدى 3000 ريال قالت الصحيفة إن الأسعار الجديدة فاقمت الأوضاع المعيشية الصعبة لملايين اليمنيين إذ قفزت كل الصلع الأساسية والمواد الغذائية وأجور النقل والمياه المنقولة بصهاريج إلى أسعار جنونية تتابع الحياة تنتشر في شوارع صنعاء وحاراتها ومحافظات أخرى السوق السوداء للمشتقات النفطية بأسعار تصل إلى 12 ألف ريال لصفيحة البنزين أو الديزل الذي يأتي ولا يأتي تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفا في فقرات من المقال منذ اشتهرت مسرحية سامويل بيكيت وهي بعنوان بانتظار جودو أصبحت تعبيرا متداولا عند الانتظار العقيم لأن خلاصتها أن من جلس الناس بانتظاره في قاعة المسرح هي أنه يأتي ولا يأتي وهناك وعود كثيرة قدمت للإنسانية في مقدمتها السلام ووداع الحروب والأوبئة والكراهية لكن تلك الوعود لم تتحقق وقد لا تتحقق في المدى المنظور فكلما تقدمت البشرية خطوة إلى الأمام وباتجاه الشاطئ الآخر لنهر التاريخ أعيدت رغما عنها خطوات ومن بشرون في نهاية الألفية الثانية أننا على موعد مع قرن من السلم والرفاهية والتعايش سرعان ما هبت الأعاصير لتقلب قواربهم الورقية وأحيانا تغرقها فالتاريخ كما يقول أبرز من كتبوا قصته في الكرن العشرين وهو ويل ديورانت لم يكن سوى حرب طويلة تتخللها استراحات توظف لإحصاء الغنائم والخسائر وإعادة شحذ الأسلحة وتنظيف الخنادق جودو الذي ننتظره جميعا على اختلاف الأجناس والعقائد والثقافات هو تلك اللحظة التي يصبح فيها هذا الكوكب آمنا وصالحا للإقامة وبخلاف ما أراده الكاتب بيكيت فإن جودو الذي ننتظره ليس فردا أو معجزة أو مستحيلا رابعا بعد الغول والعنقاء والخل الوفي إنه حاصل جهد علماء ومثقفين ومصلحين وحالمين يتفوقون على شجونهم الذاتية ونرجسيتهم ليعبروا الحدود كلها تحت شعار واحد هو الإنسان الذي أصبح كما يصفه دكتور مصطفى حجازي مقهورا أو مهدورا أو موتورا لأن هناك فقهاء كراهية وجهابدة انتقام ضيق المفاهيم وحاصر الإنسان بين أقواس خانقة بحيث تصبح الهوية قاتلة كما وصفها الكاتب اللبناني بالفرنسية أمين معلوف إن كود العدالة والتعايش قادم لا محالة وقد تعوقه كمائن الشر ومضادات التمدن لكنه سيأتي حتى لو وصل إلينا نازفا ومثخنا بالجراح وإلى قراءة أحد الموضوعات التي وردت في شبكة روسيا اليوم والتي عنونت حفيد الإمام اليمني يطالب بقصور جده قالت روسيا اليوم طالب أكرم حميد الدين من أحفاد بيت حميد الدين الذين حكموا شمال اليمن أكثر من ثلاثين عاما بتسليم المباني الحكومية في صنعاء لأحفاد الإمام يحيى حميد الدين ونقلت عدة مواقع إلكترونية يمنية عن أكرم حميد الدين قوله إن أغلب المباني الحكومية القديمة في ميدان التحرير ووسط العاصمة صنعاء هي ملكية خاصة لآل حميد الدين وأبنائهم وأحفادهم وطالب أكرم بتسليم هذه الملكيات الخاصة وتسليم إيجارات 54 سنة من السيطرة عليها وهي حسب تقديره تشكل مبلغ 500 مليار ريال كما ادعى امتلاكه قصرا في وادي ظهر شمال العاصمة صنعاء وأمهل السلطات 13 يوما للإخلاء تجدر الإشارة إلى أن ثورة 26 من سبتمبر قامت ضد المملكة المتوكلية في عام 1962 وانتهت الحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات بسقوط الملكية وهروب الإمام محمد البدر حميد الدين إلى السعودية شر البلية ما يضحك في صحيفة السيندي تايمز تستعرض افتتاحية ما سمته بتحول في الشرق الأوسط فما هو هذا التحول تقول الافتتاحية إن اليسارة كثيرا ما يشير بأصابع الاتهام إلى الإمبريالية الغربية كمحرك مركزي لما يجري في الشرق الأوسط لكن الجريمة المروعة التي ارتكبت ضد الصوفيين في سيناء كانت ضحضا لذلك للدعاء كما ترى الصحيفة وتقول إن ما جرى لا علاقة له بالإمبريالية الغربية وبالتالي لا ينسجم مع التفسير الكسولي لليسار لأحداث العالم ثم تتطرق الافتتاحية إلى حلف سعودي إسرائيلي وشيك بدعم من الولايات المتحدة وهو مؤشر إلى أن المسلمين السنة لا يرون تهديد قادما من الغرب الإمبريالي بل من التطرف الإسلامي حسب الصحيفة أحداث كثيرة شهدها العالم أمس تنوعت بين السياسية والثقافية والاجتماعية ونقلتها صحيفة الديلي تيليغراف ونعرضها لكم في جولتنا المصورة نتابع ترجمة نانسي قنقر في هذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكود قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر